إلى الشأن اللبناني الآن إذ تدفع على الأزمة بين لبنان ودول الخليج على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن استدعاء السفراء يتوالى من دول خليجية فيما تتكثف الدعوات اللبنانية لاستقالة الوزير قرداحي في وقت عقدت خلية الأزمة الوزرية التي تشكلت في لبنان لمعالجة هذه الأزمة عقدت اجتماعها الأول ودعت إلى الحوار الأخوي مع السعودية ودول الخليج لحل المشكلة المستجدة كيف يمكن أن تتطور الأمور وأي خطوات منتظرة من دول الخليج ومن لبنان وما هي نعكاسات هذا على الأوضاع في البلاد لسيما على الحكومة الحديثة العاد جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني يزور البطريارك الماروني في بكركي شمالي بيروت من دون أن يحسم مسألة استقالته من حكومة نجيب ميقاتي بعد تسببه بأزمة سياسية غير مسبوقة لبلاده مع دول الخليج حاول المسؤولون إيجاد مخارج لها بدءا من اجتماع لخلية الأزمة في وزارة الخارجية بحث الوزراء محاولة معالجة الأزمة المستجدة إننا نرغب أيضا على معالجة تداعيات هذه الأزمة بما يكفل استمرار هذه العلاقات واستعاب نتائجها كما يكفل ضرورة ابقاء لبنان في الحضن العربي اجتماع الأزمة حضر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في لبنان جزءا منه في ظل غياب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود خارج البلاد حيث تشير الموطيات إلى أن دولا عدة تحاول معالجة الإشكالية التي أدت إليها تصريحات قرداحي من دون التسبب في استقالة الحكومة برمتها أنا أحكيت كمان مع الأمريكان لكن هني بيقدروا يساعدوا في حل هذه المشاكل كل الحكومات اللي أحكينا معها كل المسؤولين اللي أحكينا معهم بدلوا أن الحكومة تستمر وطلب من الرئيس ميقاتي أزعم فكر من استقالي شينا من رأسك مواقف السياسيين جاءت متبينة بين الدعوة الصريحة لاستقالة قرداحي والحكومة وبين الدفاع عنه والتمسك ببقائه ويقول متابعون أن أزمة المواقف هذا تعكسها شاشة الحكومة والسيطرة على قرارها من جانب طرف سياسي على هذا الوزير أن يستقيل ميقاتي حاول أن يدفع وزير الإعلام الاستقالي ولكنه لم يستطع ونحن نعلم على حسب موازين القوى هي برهان إضافة على خلل الكبير في الواقع بلبنان اللي هو محكوم بموازين قوى لا ليس لها علاقة لا بين مصالح لبنان ولا بين دستور لبنان وفيما تستمر المساعد السياسية لاحتواء الأزمة يرى كثير من اللبنانيين أن مصالحهم باتت مهدتة بفعل تصريحات الوزراء البعيدة كليا عن موقف الدولة الرسمي بحسب متابعين أزمة قرداحي وتصريحاته الملتبسة تساهم في عزل لبنان عن محيطه العربي بحسب خبراء وتؤكد أن حكومة الاختصاصيين التي تحدث عنها ميقاتي ليست إلا حكومة من حزبيين لتزال غارقة في تنقضاتها سلمان عندارس كاينيوز عربية بيروت معنا الآن من طرابلس في شمال لبنان القيادي في تيار المستقبل والنائب السابق الدكتور مصطفى علوش دكتور علوش مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار وكأن لبنان بحاجة إلى أزمة جديدة جاءت هذه التصريحات ليكون لها انعكاسات سلبية جدا خاصة من دول الخليج هل يمكن للحكومة اللبنانية أن تقوم بأي شيء الآن للحد من الأضرار على الأقل ننواقع بأن القضية تتخطى كلمة أزمة لنقول بأننا نعيش كارثة وما تدعيات الواقع اللبناني وصولا إلى ردات فعل الدول الشقيقة بخصوص مسألة التصريحات إلا عملية تراكمية ولا أظن بأن القضية هي متعلقة فقط بتصريح تافه من وزير بكل معنى الكلمة لا يمثل إلا نفسه على مستوى معين وربما يمثل بعض اللبنانيين لا يمكن أن نقول ذلك ولكن سياسة الحكومة وسياسة الدولة الرسمية كما تحدث عنها في البيان الوزاري رئيس الحكومة هي إصلاح العلاقات التقريب مع الدول الخليج العربي لأسباب موضوعية لأسباب تاريخية ولكن أيضا لأسباب لمصلحة لبنان الوحيدة بأن يكون ضمن هذا الحضن وضمن هذه المجموعة إذا كان هذا الوزير مقتنعا بما يقوله ويبدو أنه مقتنع ويبدو بأنه مرتهن أيضا لهذا المشروع خاصة أن تصريحات أخرى له في السابق تؤكد بأنه جزء من منظومة بشار الأسد ومنظومة الممانعة التي ترأسها إيران فليستقل هو من الحكومة يعتبر بأن سياسته الشخصية لا تتناسب مع الحكومة الآن ما كان يمكن أن يحدث منذ 48 ساعة يعني أن يستقيل الوزير أو يقال والأفضل كان أن يقال دعني أستوقفك عند هذه النقطة دكتور علوش يعني أنت تقول كان من الأفضل أن يقال بحسب ما فهمنا من تصريحات رئيس الحكومة اليوم السيد نجيب ميقاتي هو ترك المسألة لوزير الإعلام لتقدير المصلحة الوطنية بالحرف الواحد واتخاذ القرار المناسب لماذا لم تصدر هذه الخطوة عن رئيس الحكومة ويقول عليك أن تستقيل فورا من ناحية الدستورية لا يمكن لرئيس الحكومة أن يقيل وزيرا إلا بالتفاهم مع رئيس الجمهورية وعمليا نحن ننتظر من رئيس الحكومة الذي يعتبر بأن هذه الحكومة هي مسألة حياة أو موت فيه بلبنان وأن التفاهم على الأقل وبحده الأدنى لتخفيف من تدعيات الواقع اللبناني عليه أن يكون ملتزما بالبيان الوزاري على الأقل يعني عمليا كان يجب أن يقف رئيس الحكومة وقفة واضحة وصارمة ويقول على هذا الوزير أن يستقيل وإن لم يستقل فأنا مستعد لتقديم الاستقالة الحكومة هذا هو الموقف الوحيد الصارم الذي كان يمكن أن يخفف من الأزمة أو من تدعياتها منذ البداية أما الآن فقد فات الأوان يعني الموقف الجدي والمفيد يجب أن يتخذ في وقته لكن الآن أظن أن الأوان قد فات وحتى استقالة الحكومة لن تتمكن من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء اللافت في المواقف الخارجية دكتور مصطفى وخاصة الموقف السعودي بالأمس كان هناك بيان قوي من وزارة الخارجية السعودية تحدث عن ما هو أبعد بكثير من تصريحات وزير الإعلام تحدث عن سيطرة حزب الله بشكل واضح على مفاصل الدولة اللبنانية وأن هذه هي المسألة الأساسية فإذن حتى لو كان هناك استقالة لوزير الإعلام هل برأيك هذا يمكن أن يحل المشكلة أو أن يرضي الأطراف التي تضررت من هذا الموضوع وهي المملكة العربية السعودية على رأسها أنا منذ وعي أن أعلم بأن العربية السعودية كانت تتغاضى عن تصريحات عديدة مسيئة للعربية السعودية منذ أيام اليسار وأيام العروبة اليسارية كانت دائما هناك تصريحات من مسؤولين ومن سياسيين لبنانيين معادية للعربية السعودية ولدغو الخليج ولكن لم تكن تؤثر على العلاقات بين السعودية واللبنان الآن القضية لا تتعلق بتصريح معزول هي مسألة راكمية هي مسألة سيطرة حزب الله على القرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي لهذا البلد وضربه مصلحة لبنان ولكن بالتأكيد ضربه العلاقات التاريخية مع الدول العربية وأزية الدول العربية يعني يجب أن نذكر بأن حزب الله ليس منظمة اجتماعية أو منظمة سياسية هو جيش رسمي يعمل لخدمة إيران وهو أيضا يخدم الحسيين ويدرب مصالح السعودية بشكل أمني مباشر وأيضا له سولات وجولات في أزية الدول العربية على المستوى الأمني لذلك القضية ليست قضية قرداحي أو غيره ولكن قضية واحدة اللافت اليوم دكتور مصطفى كان تصريحات لوزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الذي قال أنه الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع عدد من الدول أظهرت عدم رغبة هذه الدول في استقالة الحكومة كيف تقرأ هذا الموقف وهل بالفعل أنه استقالة الحكومة مسألة الآن غير مرغوب فيها بالنظر إلى الظروف التي تمر بها لبنان لا شك بأن مسألة إنشاء حكومة جديدة قد تكون مستحيلة بالواقع اللبناني لكن أيضا وجود حكومة عمليا معطلة وفي وفاة دماغية على مختلف المستويات ولا يمكنها أن تحقق أي من الوعود التي وعدت بها إن كان على صندوق النقد الدولي والدول الأوروبية التي وعدت من مساعدة وإن كان من إصلاح العلاقات مع الدول الشقيقة فعمليا هذه حكومة مصابة بوفاة دماغية أظن أن وزير الخارجية لديه سوء تقدير واضح لواقع الأمر لديه خالفياته الشخصية على كل أحوال ولكن بغض النظر أنا هذه الخالفيات أعتقد بأن هناك بالفعل سوء تقدير إن كان من الحكومة من أفرادها وبالتأكيد هنا خشية من رئيس الحكومة من أن يأخذ الموقف الصارم والصحيح لكي ينقذ على الأقل نفسه وينقذ الحكومة طيب في الدقيقة المتبقية دكتور علوش كان لافتا اليوم تصريح للسفارة الأمريكية في بيروت بأن اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة هذه الخلية الأزمة التي شكلت لبحث هذا الموضوع هذا الاجتماع حضره ريتشارد مايكلز نائب رئيس البعثة الأمريكية في لبنان كيف تقرأ هذا الموضوع؟ طبعا أنا أرى بأنها قضية تسير السخرية وهي تضعف موقف الحكومة اللبنانية بأن يأتي شخص ديبلوماسي ولكن على هذا المستوى وأن نستنجد به وأن نقول النجدة الإشكال الأكبر ما هو موقفنا من حزب الله وسيطرته على الدولة اللبنانية؟ هذا هو الموقف الموقف الرسمي الذي يجب أن تأخذه أي حكومة وأي سلطة في لبنان هو أن تضع حدا لهذه الهيمنة أي شيء آخر يعني على الأقل من ناحية النظرية أن تقول الحكومة وأن تقول السلطة بأننا محتلون من قبل هذا الجيش ولن يمكننا أن نأخذ قرارات من دون أن تكون هنا تدعية أمنية عمليا الاستنجاد بديبلوماسي أمريكاني لا يغير شيء الواقع بهذا الفضل شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى علوش القياد في تيار المستقبل والنائب اللبناني السابق كان معنا من طرابلس في شمال لبنان شكرا جزيلا